بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بسلام بحضراتكم. السنة اللي فاتت قعدنا نتكلم في قصة نيوكاسل يونيتد. وسندول اسمار السعودي. ونسندول اسمار السعودي عنده رؤية عالية جدا. لليس اسمار في مجال كرة القدم وكمان كان عندهم وضوح تام ان هم عايزين نفسه في اكبر دور في العالم وعايزين يشتروا فريق عنده عراقة وعنده جماهير زي فريق نيوكاسل يونيتد. ودي صفقة نكحة جدا بالنسبة للطرفين. بالنسبة للطرف نيوكاسل يونيتد اللي هيركع المنافسة على الب طلاط علشان خطر هيتم ادخل اموال من جانب سندول اسمار السعودي وسندول اسمار السعودي هياخد الجانب اللي هو عايزه من الاسترواز على ميوكاسل يونيتد. من ناحية ان عندهم استثمار آآ رياضي ومن ناحية ان هم عندهم رؤية عالية في الاستثمار ومن ناحية الكلام كتير جدا هيتم على سندول اسمار السعودي ووراها هيتم الكلام على الدولة السعودية. بس كان هناك مشاكل السنة اللي فاتت. ايه هي? ان قنات بي ان او شبكة بي انس بورت بقيادة السيد يوسف العبايدالي طلعوا فكروا بيه ربطة الاندية الانجليزية ان كان فيه كرسنة بتتم على الدور انجليزي والكرسنة دي كان مصدرها كنوات طبعة للسعودية. فده معناه ان انتو هتبيعوا للي كان مكرسن علينا هتبيعوا انتو لسندول اسمار السعودي. ايه والله. والله يا عيب. انتو بتبيعوا للي كان بيسرق الدوري بتاعكم. وبتبيعوا للي خسرنا. واللي خسركم فلوس? ربطة الدور انجليزة قلت لك ايه ده ده. ده الموضوع بجد بقى انتو اللي عايزين ياخدوا فعلا ن ده ليش نسمح للكلام ده احنا مش هنسمح بكل المهازل دي. احنا مش هنسمح وضعنا من جانب قنوات دعم لسندورو سمار السعودي او قنوات بدا 정도هو وراها. لا سنز Rhodes سندورو السعودي سوت على كده في لهم الوصول والصفقة. الناس كان لهم خطة وكان لهم منهج وكان لهم خطوات المشيون فيها. الخطوات المشيون فيها كانت ده ندينا مشكلة مع في القفل كده ان احنا ما عندناش ظهير اعلامي قوي. فالزر الاعلامي القوي ده احنا محتاجين مجموعة قناوات تكون قوية جدا في الحياة بتاعتها نكون حاصلين على شوية بطولات نكون كمان واضحين ان احنا جايين لنافس بينزبرت. وده كان في قناوات بتاعت الس 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 اللي موجودة دلوقتي على الامر بتاع عربسات خلاص اهم دلوقتي نزلهم مجموعة قناوات عندهم الدور السعودي بيتم تشفيره عن طريق قناوات الاتش دي وبيتزع مجموعة عن طريق قناوات الاتش دي ضموا عليه بطولة اسيا ضموا عليه كمان دلوقتي تصفيات افريقيا خلاص احنا جايين ومعانا دلوقتي لزهير اعلامي وكمان معانا الظاهير السياسي بتاعنا اللي اول ما اتصالح مع قطر السفقة بقت حلوة اول السفقة بقت سهلة جدا ان انت خلصت وفي يوم وليلة كل حاجة بقت سهلة. يعني امبارح بعد اعلان دولة السعودية ان هم رفعوا الحظر عن التعامل مع وعن الشغل في قطر والشغل اللي صالح خلاص الموضوع كان انتهى تمامك وان نيوكسل خلاص جدا نكترى بسندولس مارس سعودي وقد كان الموضوع اول ما تم الاعلان ان خلاص فيه مصالحة وان خلاص هنرجع العلاقات هترجع طبعية مية في المية ولا عايش تغل في بيين اي حد صعوب لا عايش تغل في بيين احنا موافقين وما عندباش اي مانع عرفت ان الصفقة خلصت لان وكتر هم اللي كانوا معطرين الصفقة وهم اللي كانوا وقفين وراء من الصفقة ما تتمش فاول ما تم التصالح واول ما تم التعامل مع بيين سبورت تم تصفقة بنجاح ودخل نادي نيوكسل نايتن ضمن اغنى عنديها في العالم يعني شوف اول انباح انا بيشحطه مع ماية قاشلي النهاردة هم اغنى نادي في العالم بكيون تلتميت مليون جنيه سلي نيو بيقول كمان هم تلتمية وخمسة السنة اللي فات كان فيه كلام ان الاستعواز ايتم على تمانين فلمية من الاسهم السنة دي مية في المية من الاسهم احنا خلاص يا باشا مشكلتنا مع قطر خلصنا واحنا كعرب لما بخلص ما شاكلنا مع بعض احنا مفيش اي حد بيقدرنا يا باشا احنا دلوقتي يوغدين وكمان مية في المية من الاسهم واي حد عنده اعتراض مين عنده اعتراض جمهور نيوكسل يا باشا دول اللي قسروا القولى للورا مايك اشلي وقال له خلف ده هي انت وايامك وإلى اللي يرجحها جالنا بقى الفلوث وجالنا خلاص الدعم المالي وهنبقى مانجستر سيدي وباليس سان شريمان بتلوح في القفق بالنسبة لنا التجربة دي واحنا خلاص دلوقتي قاعدين مسكين على مية السعودية واقاعدين جاهزين وبيقول لك يا عمي اعملوا كل اللي انت عايزينه في النادي اعملوا كل اللي تحبوه عايزين تمشي المدارة كل لعيبة كل لأمشوه هاتوا اللي انتوا عايزاهم الجمهور كان عنده نظرية اللي هو يا جماعة احنا عايزين فلوس احنا خلاص المدارة بتعمية قشلة ده خلاص مش هنجيب أمه وهنفضل من نفسه على اي بطولات ولا نفسينا على اي حاجة انوا مع الجماعة بتاع ساندولوس ماري السعودي هيجوا يزبطونا وهيجوا يشتروا اللعيبة وهيجوا يخلصوا كل حاجة وقد كان عزيزي فعلا ساندولوس ماري السعودي اول ما حصلوا على الصفقة قال لك بنذكر جمهور نيوكسر اللي كان دعم للصفقة اه جمهور نيوكسر كان دعم للصفقة دول عامل عريضة من تسعين الف مشجع لرئيس الوزارة البريطانية كانوا بيطلبوه ان انت وافق على الصفقة ده علشان خاطر احنا موافقين كمشجعين نيوكسر ولازم انتو تقوى على الصفقة علشان خاطر احنا مواطنين لدينا حرية التعبير واحنا عايزين ان الصفقة دي تتم كان فيه ضغط جمهوري من جانب مشاجعين نيوكسر وكان فيه ضغط اعلامي من جانب ساندولوس ماري السعودي وكان فيه ضغط سياسي على بيينس بورد ان احنا نتصلح علشان الاماء علشان الصفقة تمشي وبعد ما فعلنا نتصلحنا وبعد ما خلصنا كل حاجة الصفقة بقت جاهزة والفراغون جاهز للاحتفال عزيزي يوكسر جاهز لاحتفال وجاهزين احنا كمان للمتعة بتاع ان عندنا منافس جديد على الدور انجليزي اه منافسين على الدور الجليزي اغلى نادي في العالم يا باشا زي ما بقولك اول انبارك انا بشحطوها دلوقتي ببغلى نادي في العالم هل انت مستعد عزيزي لهذه التجربة انا عن نفسي مستعد بس انت ممكن تكون مستعد معي هنا وتعمل لك اوسبسكراب للقناة علشان خطر ربنا يكرمنا واندخل الاموال اللي ان احنا حرفيها بديشحك من يوتيوب وقالنا سنتين مفيش فلوس والحلقة احبت وغربت اكتبنا عليا وقصات بس قال عليا ان فيها حوم الكي بس بس ان شاء الله هكتبها قريب بس يعني احاول ان انت تخليني مكتبهاش واعمل لك اوسبسكراب الفيديو وان ما عجبتش اشت من في الكومنتات زي ما انت عايز بس عملي ايه حاجة بص ايديك ما تعدش كده على الفيديو اللي هو ما شفتوش وما تكلمتوش اه لا اقول لا ايقول لا ايه حاجة